بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة لوم الدين وبعد فيقول الله تبارك وتعالى أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكه أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق يرد الله تبارك وتعالى على هؤلاء الكفار المكذبين بهذا القرآن ذي الذكر وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا من سورة صاد التي بدأها الله تبارك وتعالى بالإقسام بهذا القرآن قال صاد والقرآن ذي الذكر ثم ذكر الله تبارك وتعالى شأن الكفار في موقفهم من هذا القرآن ومن الرسول قال بل الذين كفروا في عزة كبر عزة في أنفسهم عن قبول الحق امتناع وإباء عن قبول هذا الحق من الله تبارك وتعالى وشقاق يعني فيما بينهم رأي مختلف بل هم في قول مختلف يؤفك عنه من أفك قال جل وعلا كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا عند نزول العذاب ولا تحين مناص ما في مهرب وين يروحوا وعجبوا أن جاءهم منذر منهم عجب الكفار أن جاءهم منذر منهم عربي قرشي منهم من أنفسهم يعلمون نسبه وقال الكافرون هذا ساحر كذاب وهم الكذبة الأفكة لأنهم كافرون وهم يعلمون صدق هذا النبي صلى الله عليه وسلم أجعل الآلهة إلها واحدا هذا الشيء العجيب الذي عندهم إن هذا لشيء عجاب كيف يدعونا إلى أن نعبد إلها واحد ونحن عندنا كل هذه الآلهة الكثيرة آلها في السماوات وآلها في الأرض وآلها في البيوت وآلها على قارعة الطرق كل معبد من دون الله إله كان عندهم آلهة بهذه أصنامهم في كل مكان يحملونها معهم على ظهورهم في كل سفرهم إذا لم يحملوا معهم يجعلوا لهم كومة من التراب يحلبون عليها شيء من الحليب ثم يطوفون بها كل هذه آلهاتهم هذه الآلهة الكثيرة يقولوا ما يدعونا إلى أن ندعوها إلها واحدا فقط إن هذا لشيء عجاب وجعلوا هذا دليل كذب وهو أكبر أدلة الصدق وأعظم قضية تقوم عليها كل دلائل الصدق فكل هذا الكون شاهد أن ربه وخالقه خالق واحد سبحانه وتعالى وبالتالي هو الإله وحده الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى وانطلق الملأ منهم كبراؤهم أنمشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء نراد تهموا نية النبي صلوات الله وسلامه عليه ويعلمون أن نية النبي خالصة وأنه لم يكن له غرض دنيوي قط لكن كذبوا عليه وقالوا إن هذا لشيء نراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق قول النبي يعنون أعنزل عليه الذكر من بيننا لما يختار من بيننا بهذه الرسالة وبهذا الشرف قال جل وعلا بل هم في شك من ذكر بل هم في شك من ذكر يذكرون بالله تبارك وتعالى وشكون في هذا ويقولون إن الله لا يستطيع أن يعيده مرة ثانية بل لما يذوقوا عذاب لسه ما شاف العذاب لو أنهم ذوقوا عذاب الله تبارك وتعالى فإنه لا تطل ألسنتهم بهذا الإفك والكذب والكفر الذي يقولون به قال جل وعلا أم عندهم خزائن رحمة ربك العزي الوهاب لماذا يريدون أن تكون الرسالة هذه وهي رحمة الله تبارك وتعالى المنزل على عبده ورسوله هل الخزائن الله وكلهم الله بها فهم الذين سيقسمونها من عند أنفسهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الغالب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى الوهاب الذي يهب سبحانه وتعالى العطايا الجزيلة ومن هبته سبحانه وتعالى وهبه هذه النبوة رسالة لعبده ورسوله محمد صلوات الله وسلم أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب يرتقوا في الأسباب هيمنة لهذا الملك أو هروبا ومن عقوبة الله تبارك وتعالى التي ستحل بهم وستأتيهم أسباب السماوات قال جل وعلا جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب جند ما هنالك كل هذه الجنود المجندة للرسول كل سيهزم من الأحزاب التي تجتمع جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب ثم بين الله تبارك وتعالى هوانهم وصغر شأنهم وأنهم لو نظروا في السابقين من الأمم لكان لهم يعني موقف آخر غير هذا الكفر كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق أيقا هذه سنة الله تبارك وتعالى كذبت قبلهم أي قبل العرب قبل قريش والذين أولوا كان أول للناس مكذبين بهذه الرسالة قوم النبي صلوات الله والسلام عليه كذبت قبلهم قوم نوح الذين كانوا في بدء الخليق بعد آدم عليه السلام بين آدم ونوح عشر قرون كانوا على التوحيد ثم جاء وقع الشرك بعد ذلك في الأرض ثم أرسل الله نوحا إلى أهل الأرض يدعوه من الله تبارك وتعالى فقوم نوح كذبوا وهو كل من كانوا على الأرض وعاد قبيلة العربية التي أبادها الله تبارك وتعالى وكانت تسكن في يعني جنوب هذه الجزيرة في الأحقاف صحراء الأحقاف وفرعون قوم فرعون في مصر التي هي الأرض أخصبها وأنفسها في ذلك وكان أهلها يسمونها مصر أي الأرض قوم فرعون ذو الأوتاد وصف الله فرعون منهم ذو الأوتاد ذو الأوتاد إما هذه الأهرامات العظيمة التي هي أشبه بالجبال الأوتاد أو ذو الأوتاد الأوتاد التي يعني ثبتوها في الأرض أوتاد خيامهم أوتاد بنائهم فالذين كانوا ممكنين هذا تمكن حتى إنهم جعلوا قبورهم جبالا محصنة أغاية التحصيد وفرعون ذو الأوتاد وثمود قبيلة الثمود العربية التي كانت تسكن في شمال الجزيرة في الحجر حجر ثمود وقوم لوط كذلك لوط النبي وقومه لوط أرسله الله تبارك وتعالى في قرى وادي الأردن وأصحاب الأيكة أهل معان الأيكة من معان في بادية الشام أولئك الأحزاب أولئك المشر إليهم كل هذه الأمم المكذبة من قوم نوح إلى أصحاب الأيكة قال جل وعلى أولئك الأحزاب الذين تحذبوا على الكفر وكذبوا رسله إن كل إلا كذب الرسل إن كل من هؤلاء الأمم إلا كذب الرسل رسل الله تبارك وتعالى الذين أرسلهم قال جل وعلا فحق عقاب حق عقاب يعني كان عقاب الله تبارك وتعالى لهم حقا لا بد أن يكون وهذه سنته سبحانه وتعالى الجارية في أن من يكذب رسله أن يعاقبهم سبحانه وتعالى وهؤلاء الأحزاب قد عاقبهم الله تبارك وتعالى كل منهم عقوبة دنيوية شديدة أخذي شديد فقوم نوح أغرقهم الله تبارك وتعالى وعاد أهلكهم الله تبارك وتعالى بالحاصب والريح التي ذرت عليهم حتى أهلكتهم في أماكنه وفرعون أغرقهم الله تبارك وتعالى في البحر وثمود أهلكهم الله بالصيحة صرخة ملك وقوم لوط أهلكهم الله بأنواع من العذاب أولا حمل قراءهم ثم أفكها عليهم فهي المؤتفكات وقبلها أرسل الله تبارك وتعالى لكل منهم حاصب حجارة من سجيل تلحق كل واحد منهم تضربه فتقتل ثم أفك الله وقبل هذا أعمى الله وأبصارهم عندما أرادوا يعني فعل الفاحشة برسل الله تبارك وتعالى الذين جاءوا بصورة بشر فتنة لهم فطمس الله تبارك وتعالى أعينهم ثم أرسل لهم هذا الحاصب ثم أفك قراءهم عليها ثم أتبعها الله تبارك وتعالى بمطر خبيث نازل بقيت آثاره وبقاياه اليومنا هذا في ما يسميه الناس الآن بالبحر الميت وأصحاب الأيك الذين أهلكهم الله تبارك وتعالى بالظلة قال كما قال جل وعلا فأخذهم عذاب يوم الظلة ظلة عذاب أظلتهم حتى خنقتهم وأبادتهم في أماكنهم إنه كان عذاب يوم عظيم أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب أصبح عقاب الله تبارك وتعالى حقا ولازما عليه قال جل وعلا وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فوق ما ينظر هؤلاء يعني ماذا ينتظر هؤلاء المكذبين بمحمد صلوات الله والسلام إلا صيحة واحد ملك يصيح صيحة وكم في ملك واحد من ملائكة الله من صيحات يعني لو صاحة يعني ملائين الصيحات فإنها لا تعجزوا إنها صيحة إنها صوت وهذه صيحة واحدة تهرك هؤلاء كلهم يعني لا يحتاج الله تبارك وتعالى إليه كمية جند عظيم وأمر عظيم بل صيحة واحدة تكفيهم وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة لملك واحد من ملائكة الله تبارك وتعالى ما لها من فوق ما لها ما لهذه الصيحة من فوق من إنسان يفوق من صعقته ويقوم إلى الأرض بل ليكونوا يعني خامدا ميتا إلى يوم البعث ما لها من فوق انظر قدرة الله تبارك وتعالى على عباده سبحانه وتعالى وانظر تطاول الكافر على الله ينظر تطاولهم على الله تبارك وتعالى وكفرهم به وعنادهم وقولهم في رسولي هذه المقالات العظيمة هذا الساحر هذا كذاب هذا قد معنى إنه لماذا يأتيه أو أنزل عليه الذكر من بيننا بإن هذا لا شيء يراد إن له هدف غير هذا الأهداف المعلنة انظر أقوالهم الفاجر الكافر على رسولهم وكفرهم وعندهم وأن الله تبارك وتعالى لا يعذبهم في الآخرة ولا يبعثهم وانظر قدرة الرب تبارك وتعالى عليهم سبحانه وتعالى وأنهم لا يعجزونه انظر إليها اليد فهؤلاء يعني المهازيل الضعاف الذين ليسوا بشيء وهذه قدرة الرب تبارك وتعالى العظيمة انظر هذا وهذا ثم انظر بعد ذلك صورة من أخرى من تطولهم وعنادهم ودعاهم على أنفسهم وعماهم قال جل وعلا وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبلهم الحساب يعني لم يكتفوا بكل هذا الكفر بل طلبوا من الله تبارك وتعالى أن يعجل لهم نصيبهم من العذاب قبل يوم الحساب قالوا هذا استهزاء وكبرا وعلوا في الأرض لا إله إلا الله وقالوا هؤلاء الكفار ربنا يا ربنا دعوا الله تبارك وتعالى عجل لنا قطنا عجل لنا قطنا نصيبنا قطعتنا ما توعدنا به من العذاب قبل يوم الحساب قبل يوم القيامة هاتها وقالوا هذا عنادا واستكبارا واستبعادا لأن يصلهم أي عذاب وأن هذا النبي كل الذي يحدثهم به إنما هو لا حقيقة له قال جل وعلا اصبر على ما يقولون وجه الله تبارك وتعالى ترك الله تبارك وتعالى هؤلاء الأفاكيين الكذابين على هذا النحو يعني الذين تمادى بهم يعني غيهم وضلالهم وكفرهم وعنادهم إلى هذا النحو وقال رسوله اصبر على ما يقول ما يقولون أنك ساحر وأنك كذاب وأنك يعني يتهمون النية كل هذا الذي يقولونه من التجديف والكذب والكفر اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أو أذكر هذا عبد من عباد الله تبارك وتعالى انظر ما أتاه الله تبارك وتعالى من الفضل والإحسان الله عظيم العطاء وعظيم الفضل وعظيم الإحسان سبحانه وتعالى وانظر هذا العبد كيف من الله تبارك وتعالى عليه تسلي للرسول وتوجيه له أن يعبد الله تبارك وتعالى إنه يكون في مثل هذه المحنة الشديدة وهذا يعني الاجتماع هؤلاء الكفار عليه على هذا النحو أن يفزع إلى ربه سبحانه وتعالى وأن يعني يشتغل بعبادة ربه جل وعلا اصبر على ما يقولون لأنه حيجيهم سيأتيهم يعني ستأتيهم عقوبتهم اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود النبي عليه السلام ذا الأيد صاحب القوة قوة بدنية قوة في البدن استخدمها في طاعة الله تبارك وتعالى فقد كان مجاهدا يعني قويا صلبا في دين الله تبارك وتعالى لأعداء الله عز وجل وكذلك قوة في العبادة فكان يقوم خير قيام ويصوم خير صيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاق يصوم يوم ويفطر يوم طول حياته ولا يفر يعني من عدوه إذا لاقام تفض بقوة البدنية كذلك خير الصلاة صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه هذا كذلك يعني ثلثين الليل ينام شيء من أول الليل نصف الليل أول وسدس الليل الآخر ويقوم ثلث الليل فيقوم سدس ونصف ثلثين ويقوم ثلث ثلث الليل يقومه في الفترة التي بعد نصف الليل أحسن فترة من فترة الليل فهذا قيامه وهذه صلاته وكذلك أيضا اجتهاده في أنه لا يأكل إلا من عمل يده مع أنه ملك ملك آتاه الله تبارك وتعالى الملك وكان ملكه ممتد وعظيم في بلاد الشام ولكنه كان وهو ملك لا يأكل إلا من عمل يده يصنع كل يوم درع من الدروع يبيعها يشتري بثلثها الحديد الذي يصنعه ويصرف ثلثها على نفسه والثلث الآخر يعيد فيه يعني يصبح هو كرأس ماله فثلث يصرفه وينفقه وثلث يتصدق به وثلث الآخر يعني يأتي به بالحديد لينسي جدرعا آخر فهذا العبد هذه قوة هذا الأيد قوة في كسب المعاش على هذا النحو وفي صبره على أموال الآخرين ما يأكله من مال الملك وإنما من كسب يده وقوة في الصوم في الصوم قوة في الصلاة قوة في الجهاد في سبيل الله اذكر هذا العبد الذي قام بأمر الله تبارك وتعالى على هذا النحو اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة إنه أواب إنه رجع إلى الله تبارك وتعالى رجع إلى الله تبارك وتعالى يعني أنه في رجوع إلى الله التوبة والمغفرة وكذلك تأويبه بذكر بكثرة ذكره ودعائه وبكائه وقيامه بصوته الجميل بقراءته للزبور المنزل عليه من الله تبارك وتعالى إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه يسبح بالعشي والإشراء انظر النعمة التي آتاه الله تبارك وتعالى أن الله سخر الجبال معه تستمع وتنتشي وتفرح لذكره فيسبح الله تبارك وتعالى معه بالعشي العشي ما بعد الظهر هذا عشي والإشراق وقت شروق الشبس يعني أنه في وقت الشروق يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصلي وكذلك يعني في أوقات العشي عند المساء يدعو الله تبارك وتعالى ويذكر ويصلي وأن الجبال يعني تردد معه دعاءه وذكره وتسبيحه وقيامه بقراءة الزبور وقد آتاه الله تبارك وتعالى صوتا جميلا يقول يد أجمل صوت وجد في الأرض صوت داود عليه السلام إنا سخدنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب الطير تحشر له تجفع له عندما يبدأ بقراءته وبتسبيحه تحشر الطير لتسمع وتؤوب معه ترجع معه التسبيح والتحميد والذكر والقراءة التي يقرأها بصوته الشجي فتطرب الطير وتطرب الجبال إنا سخدنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب كل له يعني الجبال والطير كما أواب يعني ترجع يعني ما يقول ترجيع لصوته يعني نفس هذا التسبيح تعيد تسبيحه مرة ثانية فيكون كإنشاد وهؤلاء يرددون بعد ذلك وراءه في هذا النشيد العظيم نشيد يقوله داود عليه السلام ثم تردد الجبال والطير معه كما قال جل وعلا يا جبال أواب معه والطير يا جبال أواب معه يعني رجعي كلامه ترجيع يدك كما يقول المنشد ينشد ثم يقول من حوله بعد ذلك يقومون بعده بالنشيد يا جبال أواب معه والطير وألن له الحديد فهذا العبد الأواب الرجع إلى الله تبارك وتعالى وكذلك الأواب تأويب ترجيع يعني ما يقرأه من التوراة إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة مجموعة كل له أواب كل من الطير والجبال تؤوي معه أي ترجع معه قراءته الجميلة بصوته الحسن بالزبور وشددنا ملكه قال جل وعلا وشددنا ملكه شد الملك تقويته يعني أن كان ملكه ملك ما في شيء مع الضياع والفوضى والإهمال بل كل شيء منضبط فالجيش الذي تحته جيش مشدود منضبط والعيون التي يبثهم وطريقة جمع المال وطريقة إنفاقه وطريقة الحكم وسياسة الناس كلها تقوم على أساس قوي متين واجتماع يعني القوم كلهم وأمته كلها حوله وإشادتهم به وقيامتهم حوله فهذا ملك مشدود يعني أن كل جوانب هذه الملك متينة قوية مترابطة ليس فيها أي شيء يعني فيه ضعف أو واهي وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب آتيناه أعطيناه الرب تبارك وتعالى الحكمة الحكمة العلم أصل الحكمة هي ما أخذها في لغة العرب من حكمة الدابة حكمة الدابة هي الحديدة التي توضع في اللجام حتى تضبط حركة الدابة تمنعها من الجنوح ومن الجموح استعير هذا المعنى للعلم الذي يكون عليه الإنسان فنقول إنسان حكيم عنده علم يمنعه من يعني الوقوع في الخطأ والوقوع فيما لا يليق فهذا رجل الحكيم يعني يضع الأمور يعني في نصابها عنده علم يمكنه من وضع الأمور في نصابها الحكمة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه والسلام عليهم والعلم العظيم المنزل من الله تبارك وتعالى الذي يجعل يعني كل أمر في نصابه وهو من صفة من صفة الله تبارك وتعالى فالله هو العليم الحكيم الذي أحاط بكل شيء علما والذي يضع كل أمره في نصابه لا أمر إلا في نصابه فالهدى في نصابه الضلال في نصابه كل أمر إنما هو موضوع في موضوعه الصحيح من حكمة الرب تبارك وتعالى الله علم يعني داود الحكمة فالحكمة هو هذا الوحي العلم المنزل من الله تبارك وتعالى الذي يجعل الإنسان يضع كل أمر في نصاب فلا يميل ولا يظلم ولا يخرج عن جادة الحق والصاب بل كل أمر يعني يحكم به ويقوله إنما هو في مكانه الصحيح وفي موضعه الصحيح وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب فصل الخطاب الخطاب الفصل يعني الكلام الخطاب الكلام الذي يضع الأمر في نصابه فهو يفصل بين يعني الأمور المختلطة المتشابكة إذا تكلم خلاص يعني بكلام فإنه يأتي بالكلمة الأخيرة التي يعطي كل يعني قضية حقها ومقدارها فلا يحتاج معه إلى كلام والكلام الذي ليس بفصل هو الكلام المختلط الذي يتداخل بعضه في بعض ويخرج من موضوع إلى موضوع وإنما فصل الخطاب هو الذي يبين كل أمر على حدة ولا يجعل معنى يختلط بمعنى آخر بل يفصل المعنى وقيل إن أما بعد من فصل الخطاب أما بعد هذه الكلمة من فصل الخطاب وذلك أن الخطبة إنما تكون مقدمة ثم موضوع فالمقدمة دائما الخطبة في الإسلام تبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه ثم الصلاة والسلام على رسوله صلوات الله وسلام عليه ثم بيان يعني القضايا العامة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال هذه أمور قضايا كلية ثم يقول أما بعد ثم يذكر الموضوع الذي فيه فأما بعد فصل الخطاب فصلت بداية اللي هي مقدمة الخطبة عن موضوع الخطبة الذي يقال ثم إذا كان الخطبة بعد ذلك يخرج الخطيبة منها من مفصل إلى مفصل ومن فقرة إلى فقرة ومن جزئية من الموضوع إلى جزئية أخرى ويكون الأمر مترابط فهذا يكون موضوع مترابط متكامل فيه تفصيل لهذا الخطاب فيعني معنى ذلك أن داود عليه السلام آتاه الله تبارك وتعالى الخطاب الفصل الذي يفصل الأمور ويوضحها ويكون هذا من إعطائه الله تبارك وتعالى بلاغة القول وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب ثم قال جل وعلا وهل أتاك نبأ الخص إذ تسور المحراب ادخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصماني بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة وليه نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ماهم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راك عنوانا يخبر سبحانه وتعالى عن شأن وقع لداود عليه السلام قال الله لنبيه وَلَأْتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ يعني الجماعة المتخاصمين وهم اثنان إذ تسوروا المحراب على داود يعني نذكر إذ تسوروا المحراب ومعنى تسوروه يعني أنه ركب منصوره ودخلوا على داود في محرابه مكان عبادته وكان لا يدخل عليه إلا من الباب فالدخول إنما يكون من الباب وكان هناك ثم حرس ونحو ذلك على الباب وإذا بهؤلاء يتسورون عليه ويدخلون عليه المحراب الذي هو فيه يقوم بالصلاة لله تبارك وتعالى ففزع منهم ناس تدخل وتتسور وتدخل عليها على هذا النحو فظن أنهم إنما أرادوا يعني شرا بدخولهم هذا وتخطيهم يعني الحرس ودخولهم عليه في هذا المكان قال جل وعلا إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف يعني لسنا لم نأتي لي شر لا تخف يعني منا خصمان نحن خصمان بغى بعضنا على بعض فيه واحد مننا بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق نريد منك أن تحكم بيننا بالحق ولا تشطط الشطط هو البعد عن الحق يعني لا تبعد يعني بعدا تنحق فاحكم بيننا بالحق بالفصل وهدنا إلى سواء الصراط اهدنا إلى سواء الصراط سواء الصراط هو الطريق وسواءه وسطه يعني اهدنا إلى أن نسير في الطريق السوي في وسط الصراط ثم قال يعني أحدهم إن هذا أخي وعني أخوه ربما يكون أخوه يعني في الدين وفي الملة أو يكون أخوه أيضا في النسب إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ونعجة هنا على ظاهرها وهي يعني أنثى الغنم ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب أكفلنيها نجعلني كفيلة لها حتى أتمم يعني المئة لأن تسع وتسعين هذه عدد يعني ناقص فخلني أكمل المئة بنعجتك وعزني في الخطاب يعني غلبني في المخاصمة سنعود إلى هذا الشأن إن شاء الله لهذه الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله نقف عندنا هذا استغفر الله لي ولكم كل ذنب وصلى الله وسلم على عبده ورسوله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين